دكتور وليد المانع تقضي لبس الكمامة بحسب التعليمات الإرشادية الخاصة بها كما أن لبس الكمام اختياري في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات الإرشادية التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا موضحا أن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض مشددا في الوقت ذاته على أهمية لبس الكمامات عند مجالسة الأشخاص الأكثر عرضة للخطر من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم موضحا أهمية الوعي المجتمعي من خلال المبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس بكامل جرعاته بما فيها الجرعة المنشطة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر